نص الخير طريق الشام بيروت مقطوعة لعدم التنسيق ودمشق اعتذرت عن استقبال وفد الترسيم اللبناني البحري في رسالة كان لها وقع الخيبة على دولة لبنانية حددت مواعيدها ولم تبلغ الدولة السورية بها فقد تسلمت وزارة الخارجية اليوم من السفارة السورية رسالة اعتذار عن استقبال وفد الترسيم اللبناني وربطت الامر بعوائق لها صلة بالمواعيد المتضاربة وافيد بان الاتصال الاخير الذي اجراه الرئيس ميشيل عون بنظيره السوري بشار الاسد لم يتطرق خلاله الى ارسال وفد يرأسه نائب رئيس مجلس النواب الياس مصعب بل كان حديثا في عموميات الترسيم البحري وفي حينه مرر الاسد ان ملف الترسيم يستلزم دراسة معمقة ووقتا لكنه لم يوضع في اجواء الوفد الذي سيتحرك في الحال الى دمشق وعلمت الجديد ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم كان قد اعتذر مسبقا عن المشاركة في عداد الوفد وفي المعلومات ايضا ان ابو صعب اجر اتصالا برئيس الحكومة نجيب ميقاتي وطلب منه ان يأذن لوزير الخارجية عبدالله ابو حبيب بارسال رسالة رسمية الى وزير خارجية سوريا لكن ميقاتي ابلغه انه لا شأن له بكل هذا الملف لان رئيس الجمهورية سبق وعين وفدا برئاسة ابو صعب نفسه ما دفع بالرئيس عون وبو صعب الى الطلب مباشرة من بو حبيب مخاطبة السلطات السورية لتحديد موعد للزيارة والاجتماع بالمسؤولين السوريين فوصل الرد اليوم بالرفض سوء ادارة وتنسيق ودربكة سياسية انعكست ديبلوماسيا ادت على هذا القرار فلبنان لم يكن مهتما سوى برئاسة الوفد الطالع الى ان ردته سوريا على اعقابه قبل ان يسلك الخط الدولي ومن علامات الفشل الرسمي ان الوفد لم يكن يحمل في عداده ممثلين عن الجيش وذلك بسبب رفض قائد الجيش العماد جزاف عون المشاركة في التفاوض البحري قبل حسم الترسيم البري مع الجانب السوري وبدت من مسألة استبعاد الجيش عن المفاوضات حرب العونين ونقمة الجنرال على الجنرال وفي الترسيم الرئاسي وعلى جبهة اليرزي سجل رئيس حزب القوات اللبنانية سامير جعجع اليوم اول اشارة لا تحمل الفيتو على قائد الجيش وفي مقابلة مع الزميلة جوزيفين ديب على الجديد قال جعجع في نهاية المطاف اذا اكتريت الفرقاء اتفقت على العماد جوزيف عون فان هذا الامر نتوقف عنده لانه في عمله اثبت جدارته ولا اجد اي شيء سيء يحول دون تأييدنا له ورأى جعجع ان ما جرى اليوم في مجلس النواب مأساة حقيقية وان محور الممانعة ما بد انتخابات مشددا على ان حزب الله والتيار الوطني الحر وحلفائهم يعطلون الانتخابات الرئاسية لانهم لا يستطيعون ايجاد مرشح يربحون من خلاله وفي اشارة لافتة قال جعجع ان القوات اللبنانية ممكن ان لا تحضر جلسة بس تعطيل النصاب على غير هدى مش وارد لانه ما رح نعطل واذا انغدرنا بجلسة وصار شيء غير متوقع ممكن انه ما نحضرها بس الجلسة اللي بدها بدنا نحضرها وعند رئيس تيار المرد سليمان فرنجي قال جعجع فرنجي لديه سياساته الواضحة ونحن ضد هذه السياسات وعنده تموضع نحن كليا ضده ولسنا ضده بالشخصي وخلاصة موقف جعجع رفع الفيتو عن قائد الجيش عدم التمسك الى النهاية بمعوض لا حضور لجلسات الحوار لكن لا مساهمة في تهريب نصاب الجلسة اما فرنجي فلا يؤيده بالسياسة لكن لا شيء بالشخصي فقط هناك مأساة عابرة عبر الزمن باغتيال عائلته